بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات نتمنى تكونوا كاملة بخير وليداتكم وعائلاتكم ونشكركم بزاف 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 للمتابع على القناة على اللايكات اللي كتعملوا القناة وعلى مشاركتكم للفيديوهات ديالي وعلى الكلام الطيب والكلام الجميل وهنا بعض الأسئلة ديال الأخوات بخصوص الجيج بخصوص التوابل بخصوص المواد الهري بخصوص الأثمينة بخصوص غنجوب على كل شي يعني هنا غدي نحطوا بعض النقط على الحروف لبعض الأشياء أو الأكثر الأشياء اللي دازت في الفيديوهات ديال الاقتصاد دابا دائما هنا في الاقتصاد وغدي نتكلموا على بحالاش تقدي تخرجي من جاجة واحدة بزاف وبحالاش طيبي يعني الأشياء ديالي تكون لك فيهم البركة وبحالاش تقدي الميزانية ديالك والمصروف ديالك يعني هاتش كو شيف هذا هو المحتوى ديال الفيديوهات حيو باتي الغاليات أولا إدارة البيت أو إدارة الميزانية وهديكي الميزانية كيفاش غدي تخرجي منها راه فن راه ماشي كل سيدة غدي تقدر تفرق الفلوس وماشي كل سيدة فرقت الفلوس وعرفت تفرق المصروف ديال البيت غدي تعرف تخرج منه مثلا فرقت الأضريفة وتفرقتهم بطريقة عبقرية جدا جدا ولكن واش من اللي تخرج تقدر كتعرف تقدر ماشي أي سيدة كتعرف تتسوق أو تتسوق وماشي أي سيدة كتعرف تفرق الفلوس وتتسوق تعرف من اللي تجيب هذه المقضية تحافظ عليها وترتبها وماشي كل سيدة رتبتها كتعرف تخرج منها من القليل منها الكثير يحنو هاد شي فن كينا الغادي تمشي تعرف معمول الجاجة تبقى نقسلي وهذا وتجيب واحد الجاجة كبيرة بالرخص وتجيبها وتعرف تنقيها ولكن واش تعرف تقسمها على الأسبوع والله على الشهر والله على 15 يوم هنا دائما كنتكلموه على كل واحد حسب الميزانيا ديال كي اللي غاديوك ال4 جاجة في الأسبوع وكي اللي غايوك ال Striاجة في النهار وكي اللي غايوك ال Striاجة في شهر وكي اللي غايوك ال Striاجة في شهر ونص لأنه ميزاني تكهيل اليك تحكم وطموحك لمستقبالي واش عندك طموحات وعندك أهداف وعندك هدف مهم في حياتك وعندك موجهك حاضي موجهك يعني الموجه الموجهة لوجهة ديالك حاضية ماشي كتمشي كتحطه في طبق قدامك للناس راه صعيب باش تحضي الموجهة ديالك راه ماشي كل إنسان كيعرف يحضي الموجهة ديالك راه أي إنسان كي يقصر في تدبير الميزانية دياله يقصر في المصروف في الدار دياله يقصر كيفاش يحافظ على الميزانية دياله يقصر يعني ما يعرفش يدير هاد هاد شي هذا راه وما عندوش واحد المبلغ النهار اللي يحتاج له هو أو أحد أفراد الأسرة دياله راه هنا هاد الإنسان هاد كي يخطف حق نفسه هو أولا حق الأسرة دياله وحق الله سبحانه وتعالى لماذا لأنه يعطيه واحد نعمة كبيرة صغيرة حافظ عليها الله سبحانه وتعالى فرق الأرزاق ولكن راه معطل ما يجعل هادك غني وهادك فقير راه الإنسان بالتدبير دياله وبالعقل دياله هو ليطلق قادر يطلق وقدر يهبط راه كتلقى واحد قاري وعنده الفلوس وما كيعرفش يحافظ عليهم عنده الفلوس ناية كتدخل شهرية ولكن ما كيعرفش يحافظ عليها كتلقي واحد مسكين قرية دياله لقد الحال ولكن مدبر وحاكيم وعنده عشرات المرات أقل من واحد كيشد مثلا جوجل مليون الشر أو مليون أو حتى أقمس ألف درهم وخلقي واحد كيشد ألف درهم ومعيش وليداته وباخير المهم ما كيكلس آخر شر ما كيقولش ما عنديش عنده الحمد للعقل جوجل حبات دياله بتعطى ونصب صيلة كيقطعهم في واحد قاملة كييطحن عليهم جوجل ماطيشات وكيطيبهم وكيضلهم شوية ديال إمرقهم ويقطع فيهم الخبز وكيوكل عمر بردتها ويقول الحمد لله هنا هاد الشخص هاد قادر يجتهد أكثر باش يدير طاجين باش يدير قاملة باش يجتهد باش يدير توطار باش يدير يلبس مزيان باش يقرر ولدهم مزيان يجتهد في الحياة يخدم يدبر يعري على دراع وخرجوا عروا على دراع ما تبقاش قالسين وكتشتكو كتقولو ما عنديش أنا ما هذا عنده عدك لا هنا هاد كسل الكسل وعدم يعني الإدراء الإنسان ما عارفش كيفاش يجتهد في الحياة نرجعو الفن مصاريف وفن إدارة البيت كلها مصاريفها تقسيم المصاريف ديال أولا تخدمي بحالاش تعري على دراعك وتجيبي هذو كل الفلوس ماشي عيب تخرجوا العيالة تخدموا على روزكم وعلى ولداتكم وتعاونوا لأزواج ديالكم ماشي عيب تخدمي وخما عندك الزوج يالك تخدمي على راسك راه العيب هو تبقى يقال سكت سني واحد الشخص يخدم على خمسة ستدناس وما كافيش هنا ده هو العيب ولكن لست تعتوب جوج وعلمتوا الوليدات ديالكم بالله خاصكم تمشوا على قياسكم ماشي انتم ماشي انتم تطلوا تدمروا انتي والزوج يالك والولاد يالك كي بدروب هنا ماشي هنا كين خلل راه ما يمكنش تكون انتي مدبرة والزوج يالك غير مدبر ما يمكنش تكون انتي غير مدبرة والزوج يالك مدبر خاصكم تتافقوا وقلسوا تتافقوا في واحد قلسوا في واحد تيرا يعني واحد البلاصة واحد الارضية صلبة اللي تهزكم بجوج وتفاهموا بجوج وحطوا الخطط ديالكم بجوج واش غد تسيروا هاد البيت اصلا منفاهمين في حياتهم هما الحياة من غير المالية ولا البيتية الحياة ديالهم هما منفاهمين هنا راه كان خلل عودوا بزاف راجحوا انفسكم صالحوا مع انفسكم صالحوا مع بعضياتكم تفاهموا على كل شي على الطربي تلوليدات على الميزانية على الدار على الاهداف ديالكم في الحياة ديالكم تافقوا راه كين بزاف كتجي أنا وانا الزواج ديالك يكتفوك واشيقول هلاذر الي بغى سمراتك او يشدو الزوج يكتف هلاذر الي بغى زوج ديالك راح نحط لكم الحلل الحل 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 وكان عطوكم نماديج وكان شرحوا وكان 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 لو مالخصكم تنفضوا الغبار عليكم تفكروا تعيدوا التفكير تركزوا المشكلة بزاف ديال السيدات يدخلوا الفيديو تكوني شارحتيه يعني ترتقتي فيه عروق راسك ترتقتين باش توصل للمعلومة اولا اللغة ديالك خصك بزاف ديال الكلمات تقلي بتترجميهم لانه اللغة لك تفكري بها مش هي لك تهدريها يعني وضيلا من الخطرات عروق راسي كيضروني باش نصاوب فيديو ديال الاقتصاد باش الشرح بحال هكه بحال هاد الفيديوهات هادو يك وفاش الاخير كتجي انتي كتقول لها انتي كيلو اللاروك ديال الحم كتجي تقول لك وها فين جا هاد الكيلو ديال الحم اللي كيجير ستين درهم وانتي الفيديو ماعطيتيش الراسك باش تسمعيه كيفاش غدي تستوعبي اصلا الاقتصاد كيفاش اصلا غدي تحفظي الدرس كتجي تقول وحدة منتي هنا عندي نص كيلو ديال لاداند بعشرين درهم كتجي تقول لك فين كيناد لاداند كيجير عشر لاداند للا كيجير ربعين درهم يلا لنا رأى قلت لك نص كيلو بعشرين درهم زيدي عشرين لعشرين رهي ربعين وفي واشنطوما ما عندكم لبعض اعتدر راني كان نتقلق عليكم كان نغجر عليكم الخطات ولكن باش تتفهموا باش تستوعبوا را دايما كان نقول لكم راني كان اعملكم بحال بناتي بحال بنتي نفس الاسلوب كان اهضرا نحاها كان اهضرا نحاكم يعني اه ركزوا كتسمعي الفيديو ركزي في كل كلمة حتى تلقيني غلط وقولي لي اهلا لا را غلط هنا را قلتي كيلو انا غلط عند الروز في الفيديو وقلت لكم امتيرا هنا يشتو الكيس ديال الروز قليل باش ما تسحب ليكم هاده هي الماكرونية وعاوت اللقطة غلط فاش قلت اربعمائية قرام قلت تمانمائية قرام وعاوت هديك اللقطة الى لاحظة الفيديو كتلقوا بعض اللقطات معاودة مسجلة فيديو مره وجوجه ثلاثة وقلت راجع الكلمات يكما غلط في القرامات يكما غلط في شي حاجه كان راجع كنقول دائما هادهك العبارل اعطيكم مثلا ديال الكسكسو ديال الروز ديال اي حاجه كان زيدكم علي شي خمسة ستا قرام عشرة قرام باش ما يديروه مثلا انتما يبغيل مثلا الروز وكيجي يقول له هاده الكيمياتات قليلة انا كنزيد واحد شوية باش يكون يعني فايض عندك هاده بالنسبة انتو ما اعطوه بعداكين لبعض منكم خوي راسك واش دخلتي الفيديو بغيت الاقتصاد يوفتحي له عقلك وسمعيه مزيان ورقزي معاه الله يعطيك استر ياك وفهمي هاده من غير بزاف ديال اشياء اعطيتها في الفيديو هي ديال الاقتصاد ولكن خلاوا الاقتصاد خلاوا كل شيء ومشوا واجونين شيء حاجه اخرى المهم لا نهضر عليها في هذا الفيديو هاده كما قلت ادارة البيت كتب ده من صفر حتى العند مية واكتر من مية نقطة خسارة اذا جينا نفرقوها بونود رغلقوا اكتر من مية بنت في ادارة فن ادارة البيت من الصيدة والصيدة اول حاجه هي انتي والاولاد ديالك والزوج ديالك تكونوا متفاهمين ويكون عندكم اهداف ويكون عندكم طموح ويكون عندكم عزيمة وتكون عندكم الارادة وتكونوا باغي وتكون كابابر اذا قلت نقطة تكونين نقدر الاقتصاد وتمشي عليه ثاني حاجه هي هذا الاقتصاد الذي ستخرجي الذي ستديره في دارك انتي والزوج ديالك ما الذي ستديره ما يكونش على الحساب صحة شي حد منكم مثلا انا نجي ندير واحد شوية ديال الدجاج فتاجين ديال شوية ديال الدجاج يعني نقولوا كل واحد سيكون قطية عقد بروشيت وخفز وخفز او لبطاطا وخفز 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 ووحد وصلحة وخفز الحمد لله والشبع ولكن لكي يدري واحد تريد قضية الدجاج او بروشيت و يدري واحد الحب بطاطة الربعة خمسة من الناس هذا ليس اقتصاد هذا هو البخل او ما اعرف فهمتوني يعني الدجاج واللحم يبنوا به ليس لكي نشبعوا منه يبنوا لنا البن فهمتوني لا يكون الموضوع الالحم والالجاج سوف يبنوا بجمعوا من هذا القرى الأرضية سوف يبنوا الناس في خلال القرى الأرضية سوف تقوموا بجمعوا منعوا منبولتهم سوف يؤكدون المناسبة لكم سوف يبنوا الناس في خضراء سوف تتحول الخبز واثراء فهذا الكوكب فوق هذه الدولة فوق هذه الرقحة الافريقية هنا في المغرب رأى ماشي خارج المغرب رأى كاللي ملاقش الزيت باش يدم الخبز باش يوكلوا معاقتين يعني قبل متافك انت والزوج جيالك تكونوا مؤمنين بان هاد نعمة اللي جات خاصة نحافظ عليها خاصة نحمد عليها الله خاصة نشكر عليها الله وخاصة نفكها من التبذير لانه التبذير رأى الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن رأى المبذلين اخوال الشياطين قول الله سبحانه وتعالى ماش يقول خديجة ونقول شي واحد مادم الله كيقول لك إلك تضيع الحاجة رأى كخو الشيطان صافي أفهمها انت مجي تفتح تفهمها من الباب اللي بغيتين انت اللي يصالح لك انت لا نجو لبعد ما امننا بان هاد نعمة الله وخاصة نحافظ عليها وخاصة نشكر عليها وخاصة اي حاجة بغين ندرو فيه يدينا نقولوا بسم الله نتفق انا والزوج جيالي اولا عد انا والزوج جيالي والأفراد الأسرة الاخرى نفهمهم ونشاركوهم في البرامج جيالنا يعرفوا شنو الدخل ديالنا نصارحوا بعضياتنا بالدخل ديالنا انتي الدخل ديالك يعرفوا الزوج جيالي والزوج جيالي يعرف الدخل ديالك وكونوا متفاهمين وكونوا كونوا مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى كونوا صادقين صارحوا بعضياتكم ما يكونش بين دبا بزاف ديال الزوجات تلقيها غادي تخسر واحد المبلغ كبير في شي حاجة تافهة بزاف مني كتدخل الانترنت كتدخل دابا بحاليا في الفين وعشرين يشارك هذا الى دخلت القنوات الشعوذة كتلقي مشاهدة بالملايين شكو لي داخل هذه المشاهدة والمغربية وهذه المراكات القنوات باللهجة مغربية شكو لي داخلها مغربة شكو لي داخلها يعني هذه العيالات عندهم هذة الثقافة هذة المسوسة يعني ستخسرها مبالغ في شي حاجات تشرك بالله وفيها هذا كتغضب الله سبحانه وتعالى وفيها بزاف الأشياء ولكن ما كيف تفهمين انتي والزوج ديالك غير بالمفاهمة تقلبه تقرأ كتاب بحاليا تفهمين وزوج ديالي بحاليا نكونوا أسرة سعيدة كان ملايين الكتب كان ملايين مليارات المقالات كان ملايين الدكاترة كان يتكلمون على فن التعامل مع الزوجة وفن التعامل مع الزوجة وفن التعامل مع الزوجة وفن التعامل مع الزوجة وفن التعامل مع الولاد ولكن دماغه فيه السيمة وفيه الياجر وفيه الرملاء وره ما غادي لا يعرف لي دارت بيت ولا يتفهم مع الزوج دياله ولا يتفهم مع الوليدين دياله ولا مع الجيران دياله ولا مع حتى واحد ره وخنضلون من عشان دياله ولكن لكان دماغ نقي وكيقلب للحاجة نقية ره غادي يفهم صلاح لك هاد الاقتصاد تبعه ما صلاح لك مشينت على نموذج يره ما كان هالزيتي هالزيتي المنهج او هالزيتي واحد الدرس منه ستافذ من شي حاجة انا ماشي كنجي كل واحد ماشي كنجي 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 كل واحد فرق دير دير حيول باتي الغالياز قلت واحد النقطة غادي أرجعليها شناها هي ما تفهمها من الباب اللي صالح لك انت ماشي هنا ما كان عنيش بيت تفهمي الاقتصاد من الباب اللي صالح لك الا بالعكس تفهميه من الباب اللي صالح لك ولكن ما تفهميش انت مشие تحور يكلام الله وحولي على النعمة غير من الباب اللي بغيتي ولكن واحد الباب اخر لا فعنتوني مثلا كنتمشي تخدمي بمبالغ انتي عرقتي فيهم وصهرتي عليهم وفقتي بكري وسمحتي بفراحتك وسمحتي بزافه وكنتمشي تشديه وفلوس تعطيهم الشي حاجة ماشي هي هذيك ماشي لا يقبلها لا الله ولا عبده او تمشي تشري بها النعمة وطيبي بزوعة الكمية كبيرة وتمشي ترميها بحالي لمشي تيها هذو الفلوس ضيعتهم راي هذيك نعمة حافظي على فلوسك هنا البغيتي ودرقلتها من اربع سنين دا بقلتها لكم قلت لكم راي تخيلوا فتحتي بصدامك ومشيتي كتخوي في الطار راي هكا كمليك تخوي النعمة كتشيطيها وكتترميها او كتلاعبي في نعمة الله سبحانه وتعالى والبعض قعمة ملاقيها هنا حيبتي هذينا نرجع الفن الاقتصاد فن الاقتصاد قلنا امننا بالله فهمنا اشنا هي النعمة نحافظوا عليها كنشكروا الله عليها اه كانقولوا بسم الله في اي حاجة بغينا ننذيروها وكان جو اه 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 احنا الزوج ديالنا كنتفاهموا للوليدات ديالنا كنتفاهموا كانعطوهم كانصارحوهم بكل شيء كان الزوجة تصارح الزوج والزوجة صارح الزوجة والصارح الزوجة ويصارح والوليدات شنا هما الأهداف ديالكم وتكونوا أسره متكاملة اهنا هذه الأسره هذي لان كل شيء الأسر بحلاقه راي بلدنا شغangers قد تكون اوزر على هذه التربية هذه يعني من الاخلاق بحال كتصهري كتتقلب على شيء طبخة مثلا بغيت تحسني لوحة طبخة كتتقلب تحسني على تربية ولداتك تقلب تحسني على المعاملة ديلك مع الزوج جيالك هنا التربية داخل كل شيء متشابك يمشي بك حتى الاقتصاد لماذا؟ لأنه دائما نقول لكم اللي منظم من صفر حتى لنهاية واللي ما منظمش ره ما منظمش ره ما يقدرش يتصنع يتنظم لك واحد المرة لأنه اصلا هو ما منظمش افكاره ما منظمين بيته ما منظم عزوجه ما منظم تربية اليداته ما منظمة مثلا اللي منظم ره كلمة كلمة اللي اسمعها في داره معه عائلته او شي حد في الاسرة دياله ره تقدر تصهره ليلة ويفكر في الحلول وغادي يقلس ويجي ويقل اجو البارح الساعة الفلانية قلتي واحد الكلمة اجي او واحد الموضوع ما اعجبكش ووقفته غد يرجع له لانه منظم كل حاجه كيبغي رتبها بلاسطاع المخ دياله مرتب بحل الاضرفة حياته كلها مرتبة مع العائلة مع اصدقاء مع الجيران في التسوق في المعاملة مع ربه مع كل شي منظم يعني هذا الشرك يحتاج لهذا هذا نوع للأسر انتي كتعلمي الطبخ كتعلمي تنظفي بيتك بغيت تدري الاقتصاد بغيت تدري كل شي بغيت تحسنيك على كل شي كل شي كل شي حتى مثلا بغيت الطيب هذه الطبلة لك وجدها بحب طيبها بحب طيبها بحب طيبها بحب و الاربعه طبحة اصدقاء منجم بتحسنيك اصدقاء تطعاء تحسنيك و تطعاء تحسنيك و تحسنيك والوليدات مبتسمى للزوج مبتسمى لكل شيء يا سلام والزوج نفس الشي والوليدات نفس الشي لانو حتى وعد ممعكنا على واحد أسرة رائعة ولكن مطيبتي وانتي مطالع لك الدم ما غديش تجي فيك ما ذكرت عليه الله ما قلتي بسم الله ما فكرتي وش هدا عندك لغايدك بركة تنقري على الزوج احنا ما هدا ودوك داروا ودوك ما داروا الولد طير اللي يعطيك سيرة وكسبان وجاها هزاك تبصير والله أجو الزوج ما من أسرة و ما من نظام و ما من حياة هذه رانك ضيعتي حياتك ضيعتي وقتك ضيعتي صحتك من الأحسن لماذا زوجتي يا أختي بقي أختي طويلة ويبقى طويل الزوج و او الزوجة بقى طويلة و هنونا تخرجون عاهات في المجتمع الله يعطيكم سيرة لأنه هذو كل الولاد سيخرجوا انتم مبروزكم اللي خرشوا الزنقة القيم غوبشهم غوبشة و حياتهم في الشكل ثانيا بزاف ديال السيدات والسادة هنا رأيها واحد السيد كيدخل القناة جزا الله وخير كي يقولي عفا قولي السادة واحد السيدة كتقول و انا هي حاوات طويلة قلت لها عادي في الفيديو اللي ساورا سمدوا قلت لكم عادي وليش عميت عادي المهم كليت ما كلا زوينة مقدبش ليضات بدكش شي مقد مريت تب زوين الحمد لله مبوسيت دي من فوق ومن لتسحت الحمد لله ما خرجت مديتي دي ما يلقى واحد من الذي خصوشي حاجة هيا موجودة الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا ربنا الحمدين وشكرينك والله هم ديما وزيدا وافتح علينا أبوى بالرزق من أوسى يا ربو ديما وزيدا ماني عماية رب العلية وعلى الناس كاملين وعلى البشرية كاملة أجي قدي نقول لكم هنا يا علاديك السيدة قلت نمشي معك حبيبتي هذاك شوية ديالتجاش قليل بزاف مثلا أو شوية ديالحم قليل بزاف مثلا ياك مزيان ديبافة تخرجي للشارع وكتبقى تلاحظي في الناس لأنه الانسل كي يخدم عقل وكي يبقى يلاحظ كتشوفي بنادم الخطرات لابس مزيان كتبت تحت عن صباط دياله كتلقي عيان للمرأة للراجل وهذه أكثر هي عندنا في المغرب تلقي الصباب ديالهم أو تلقي الراجل لابس مزيان لابس كوستيوم لابس واحد لابس واحد لفاستو وزعم كوستيوم زوين وكتبت تلقي لابس مع الصندالة أو كلاكيتا وكتبت تلقي لابس من المغرب اللقاء أو كتبت تحديد حمام وكتبت تحديد دم ده او خارج القهوة هنا هذا الانسان كنت اكيد على انه ما غادش تكفيه عشرين تجاجة لحطتي هالو وكانت تلقيه مثلا هو اصلا لبعض منهم واكل المرقة ما فيهاش تجاجة لانه واحد نهار جاب تجاجة قال المراد يالوها هي تجاجة لانه ولا هو مدبر ولا هو مسير ولا هي مدبرة ولا هي مسيرة وفرقت هذه تجاجة على جوج او على اربعة وكانوها في اسبوع وثلاثة الاسابيع كلاو المرقب لا تجاج او اسبوع كلاو المرقب لا تجاج بلا لحم يعني داروا تجاج واحد نهار او لحم واحد النهار هنا لو كان هو مسير ومدبرة او هي مسيرة ومدبرة ستشوفها من رأسها الساسام قدة الصندالة زوينا مهم الصندالة لخرج انا ما كان هدرش هنا على المارك وعلى الاتمينة اللباس ديالها مرتب ونقي ما كان هدرش على الاتمينة وعلى المارك لا كان هدر على الالوان تقوم تناسقه وعلى النقاة وعلى الترتيب ما لابس الخروج ووما لابس الطرططر وما لابس الطح ما لابس حمام هذا كوني اكيدة على انه المرتب بحلاك سيكون مرتب في ميزانيه وما فعل اكلوا يوكل الجاجة او كيلو الدلحم الا يوكل ميزانيه من الميزانيه قدتها يعني مدبرة من لا تسلح لهم النار او الأسبوع دائماً ضعوا هذه في عين الاعتبار لكم على مكان هدر فهمتوا؟ على ذوي الدخل المحدود القليل البسيط المتوسط وعندهم أهدف أو غير ذوي الدخل المحدود جداً 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 وما عندهم لحتى أهدف أو غير يوكلوا كل النهار يعني هذا كل الدخل دياله هو باليوم يشد مثلاً 40 درم في النهار أو 50 درم في النهار أو 60 درم في النهار أو حتى 100 درم في النهار كيف مخرجتوا دجاجها في النهار؟ أو دجاجها في يومين أو في أربع أيام؟ إلا أكيد هنا كان نرجع للزوج والزوجة ماشي اللوليدات اللوليدات رأي عليكم الزوج والزوجة هم اللي يخططوا ويرتبوا ويقادوا الزوجة الزوجة اللي بغي يخرج غد ينفتح ما بين القوسين تراقب اللباس دياله وتراقب ما لابس ويقادوا تحاول تنبهه وماشيت تغجر ولكن بكلام لطيف وجميل اللي حبيبي هذا السندلة ماشي ديال الخروج اللي حبيبي باللاتي مسحيله الصبات دياله لأنك أنت كتعطيه نفسك ما تقدرش تمسحيله الصبات وهو كيعطيك نفسه ما يقدر مثلاً يمشط لك شعرك لك أنت مريض ولا شيء حاجة عادي ما تقولش لا ماشي نسح له الصبات دياله وتجي دريع يدك اسميته ولكن من الخطاط رغي يصرفقك أنا مفضل واحد نكون متفهمة معزوجي ما يصرفقه ما يصرفقه ما يسبني ما يسبه ولكن نسح له صباته نقدله حواجه نمشط له شعره نحسله لك الممحسن نقطع له ضفاره ولكنه بحب وكلام لين ورطب وجميل وأسرام وتماسكة وتخرج أبناء صالحين لمجتمع غير معاقين عقلياً للمجتمع وعندهم أمراض نفسية يعني كيشوف الأم ديالهم والأب ديالهم منساجمين وعايشين في واحد الهارموني ديال الحب وديال إنسجام نصدت القوسين نتع معاملة الزوجة للزوج ومهالوليدات وكل شيء ونرجعوا للاقتصال هاد السيدة وهاد الناس مثلاً إلا قطعتي الأشياء في الضار نجو نعطيكم واحد النموذج أرجعوا للفيديوهات ديالي القدام كتلقوني كنقطع ماطيشا كنقطع الخيار كنحك خيزو كنسلق شوية الماكرونية كنسلق شوية ديال الروز وكنسلق شربعة خمسة ديال البيضات وكنقطع الحامض وكنعصر الحامض حامضاً عصر هاول جوج ووحداً نقطع أطراف ونديرهم في التلاجة ونخسر الخص ونجده ونجده يومين يومين 3 ايام ونجده يومين 3 يومين يدق أسبوع كيف نفتحها و ام تنسدها العلبة عارفتهم بالله مزدودين تلاجة عارفة البرودة كيف نديرها في الصيف و في الشتاء كيف ننظفها و كيف ننظفها و عارفة المقضية بها طرية و زوينة اللي ماشي طرية ماطيش طيبة بزف ما غديش مقطعها في شي حاجة طيب مزيد هذا الصلاطة و نشد واحد العلبة نقطع فيها التفح نفتح الليمون و نضعه فيها فرطة الرمانة و وقت الرمانة هذا الفواكه يعني مرة هاك و مرة هاك بزفت السيدات يقولي نقطعوا الليمون و التفاح بزفت العقز هما ما شافوها غير باب العقز ولكن ما شافوهاش من بابة لانه هاد الاسرة هادي رام تفاهمة تفاحة واحدة سيقدرون ان يكونوا من احنا ثلاثة عندك خمسة الوليدات شدي جوش تفاحة و قطعهم و شاركيهم ماشي كل واحد ستعطيه تفاحة ولكن بداي بهم فرقهم تفاحة جوش تفاحات و انتي تعود و انتي كتغضر معهم و هما يشاركوا في تفاحة تجعلهم يشاركوا بعضياتهم تجعلهم يشاركوا بعضياتهم نفس الشي نفس الشي نفس الشي الرمانة كيف نريد أن نصاب مثلا نتطويجين كنقول مثلا لبنتي و انا الراسي كنند و كنجبت منذك السلاطة ديالي و كنقاد و كنبغيت انت نضيك معاك الخص ديالك نشاركهم كي يشعروا عنهم مهمين يعني انا ماشي غير فرقة الميزانية و ماشي غير كنت مصالحة مع الاب ديالهم و كنت زوجة يعني راضي على نفسي اولا و كنقلب الرضاء الله و ماشي غير عرفت ندير نكون مديرة ديال المال ديالي و ماشي عرفت نكون منظمة في راسي و في داري و في طربي تولي داتي و كش لا نفس الشي كان شارك نعطيهم قيمة اه امي سولتني واش بغيت مطيشة في الصلاة ديالي الطماطم الام ديالي سولتني واش تديري الخص و تدير لي غير لخياره و الرز اه اعطاتني سولتني انا و تحسس اولاده و تعطيهم قيمة و ترفعهم معناويات و تكونوا مشاركين في كل شي بحال هذه التفاحة مقطعة بحال هذه الليمونة مقطعة هذا كل شيء في اطار ادارة الميزانية كي يرشع كل شيء الهدف واحده و رضاء الله سبحانه وتعالى و تشاركي الاسرة في اشياء نشوف على ان هذا الفيديو سيأتيكم طويل بزاف نكتفي بهذا الجزء و نكمله من بعد و اني بيكم و رأي نحبكم كامل موسيقى